وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يرفض استثماراً قدمته شركة سعودية في الجزائر ويعترض على الخريطة التي قدمتها الشركة لأسباب سياسية ويطالبها بالتصحيح سريعاً الفيديو ينتشر في السعودية ويثير الجدل ومطالبات بانسحاب الشركة من الجزائر مؤخراً انتشر مقطع فيديو لوزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون يرفض فيه خطة الاستثمار التي قدمتها شركة تابوك السعودية في الجزائر ويعترض على الخريطة بحسب المقاطع المتداولة شركة تابوك قدمت مخططاً لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر للاستثمار في مجال تصنيع سائل الاستحمام الوزير الجزائري ظهر في المقطع يعترض قائلاً ان مخططة الاستثمار مرفوض لان الجزائر لا تحتاج لسوائل الاستحمام عون تابع اعتراضه لافتاً إلى أن الجزائر بحاجة للأدوية المخصصة لعلاج السرطان وأمراض السكري لذلك طالب الوزير شركة تابوك بتغيير خطتها ودراسة خطة أخرى للاستثمار في مجال تحتاجه الجزائر أمر آخر أثار اعتراض عون في الخطة المقدمة من الشركة السعودية وهو أنها نسبت الصحراء الغربية للمغرب في الخريطة التي تضمنتها الخطة المقدمة هذا الأمر استفز الوزير الجزائري فقال لممثلي الشركة السعودية الذين حضروا جلسة مناقشة الخطة أن الصحراء جزائرية وأن عليهم تغيير التسمية على الخريطة بشكل سريع عون طالب شركة تابوك بالالتزام بالقواعد المعتمدة في الجزائر لكونها تريد الاستثمار على أراضيها هذا المقطع انتشر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وأثار انزعاج عدد من المستخدمين السعوديين الكاتب السعودي جهاد العبيد شارك المقطع عبر حسابه على تويتر مبديا انزعاجه من الموضوع سائلا الوزير الجزائري هل هكذا تخاطب المستثمرين ومطالبا إياه بوضع المناكفات جانبا؟ البعض استفزه اسلوب الوزير فطالب شركة تابوك بالتوقف عن الاستثمار في الجزائر آخرون قالوا ان موقف الوزير غير مستغرب معتبرين ان الشركة ملزمة باحترام قوانين الدول التي تستثمر على أراضيها اشتركوا في القناة